السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام ويتقبل منا القيام وأن يتقبل منا رمضان في الحقيقة عاوزين نبدأ في موضوع النهاردة يعني هو من أكثر الموضوعات الاجتماعية يعني ظهورا على الساحة في مصر في آخر عشر سنوات تقريبا حتى أننا بقينا الأعلى معدل في العالم في هذه الظاهرة الاجتماعية أو هذا المرض الاجتماعي اللي بنقول عليه خطير جدا وبيهدد الروابط الاجتماعية بشكل كبير جدا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشكلة الطلاق في مصر أسبابها وإزاي إحنا وصلنا لهذا التفكك الاجتماعي وهو ضد أصلا يعني أصولنا وضد عادتنا وضد الدين الإسلامي الحنيف وهذا ديننا يعني بيثبت الروابط الاجتماعية وبيعليها وفي يعني نصوص من الكرآن ونصوص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتنص على متانة العلاقة الإنسانية ومتانة الأخوة بين المسلمين ومتانة العلاقة الزوجية يعني الله عز وجل يقول ميثاق غليظ يعني على العلاقة الزوجية وجعل بينكم مودة ورحمة فليه الموضوع بقى بهذا الشكل بقينا أعلى معدل طلاق على مستوى العالم وبقينا بنشوف دلوقتي إن ممكن يتزوج وتجيلنا حالات يتزوج شهر وشهرين وثلاثة واللي طلق في أول سنة وتقريبا حوالي 80% من الحالات بيطلقوا في أول ثلاث سنوات يعني قعد ماكملش ثلاث سنوات زواج وقد إيه إحنا بنخسر فلوس المحاكم مليئة بمئات الألاف بل ملايين القضايا التي تخص الأسرة النفأة والمتعة والحضانة الأولاد والتبديد ويعني والكيد من كلا الطرفين لبعضهما البعض أمر في غاية الخطورة مليارات تنفق في تجهيز البيوت علشان الزواج لأن إحنا تقريبا كل سنة عندنا مليون عقد زواج في مصر فرقم ضخم جدا طبعا إحنا عشان عدد السكان كبير فإحنا دلوقتي ما شاء الله يعني تخطينا الحاجز 100 مليون فأكيد حيبقى عندنا مشاكل كتير ولكن هم بيحسبوها بالنسبة لعدد السكان بالنسبة لعدد السكان فإحنا عاوزين نعرف إيه السبب ولماذا وصلنا إلى هذه الحالة طبعا كتير من اللي بيتكلم في موضوع الإرشاد الأسر والعلاقات الزوجية بيتكلم عن الاختلاف بين الرجل والمرأة إحنا كرجال ونساء مختلفين ويعني المؤلف العظيم اللي ألف كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة كان عاوز يوصل لنا فكرة إن الرجل بيفكر بطريقة مختلفة والست بتفكر بطريقة مختلفة الرجل له رغبات مختلفة والمرأة لها رغبات مختلفة الرجل عنده أولويات مختلفة والمرأة عندها أولويات مختلفة وطبعا هذا الاختلاف موجود منذ أن خلق الله عز وجل الذكر والأنثى وسيدة أم مريم في سورة آل عمران قالت رب إني وضعتها أنثى وقالت لنا قعدة اللي هي تعتبر هي الأساس في علم العلاقات الزوجية ليه وليس الذكر كالأنثى فبنقعد نحلل في الكتب ليه الرجل يغضب أو المرأة تغضب وكيف يتصالح الرجل وكيف تتصالح المرأة أي الأولويات عند الرجل والأولويات عند المرأة كيف يفكر عقل الرجل وكيف يفكر عقل المرأة وفي الحقيقة هذا الاختلاف موجود يبقى لو الاختلاف ده موجود من سنوات طويلة جدا لماذا تفاقم الوضع الآن يعني ده تساؤل أكيد ليس هذا هو السبب الوحيد يعني ده أحد أهم أسباب الطلاق ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد لأنه موجود من زمان يعني لو كان هذا هو السبب الوحيد كانت نسبة الطلاق ثابتة بعض الناس بيحاول يعني يقول لنا إن مشكلة الطلاق في مصر سببها ضيق المعيشة والأسباب الاقتصادية والشباب يعني صعوبة الحياة والألاء المعيشة وفي الحقيقة برضو هذا ممكن يكون ليه عامل من العوامل ولكن ليس هو الأساس لأنه احنا بنشوف دول أفقر مننا بكتير جدا وما عندهاش معدل الطلاق اللي موجود عندنا في دول مستوها الاجتماعي تغير بحيث يعني بمعنى إن هي تبدلت عندها الظروف الاقتصادية كانوا عايشين في مستوى اقتصادي حصل عندهم انهيار اقتصادي ونفس الوقت ما حصلش عندهم انهيار اجتماعي موازن انهيار الاقتصادي يبقى ده مش السبب الأساسي في بعض الناس أو في كتير من الناس بيتكلم عن قانون الأسرة وهو يعني أحد أهم أسباب المشاكل الزوجية أو الطلاق في مصر وفي الحقيقة يعني امتى بالروح لقانون الأسرة يعني متى يذهب الزوجين إلى المحكمة أول حاجة يتخنقوا مع بعض مقدروش يحل مشكلتهم مع بعض فذهبوا للأهل الأهل ادخلوا فالمشكلة تفاقمت أكتر فقعد حصل خلاف بين العلتين الناس ادخلت يعني خطوات وإجراءات ممكن تاخد سنين بعد كده خلاص اضطرنا أن احنا نروح للمحكمة لأن احنا مش قادرين نطلق وديا يعني هم عاوزين يطلق بس مش عارفين زي بيقولوا كده فبيضطر يذهب إلى المحكمة إذن القانون قد يكون له نسبة في نسب الطلاق أو يشجع بعض النساء على الطلاق بحيث أنها تاخد الشقة وحضرنات الأولاد وكذا وكذا ولكن امتى المرأة تذهب إلى المحكمة وتطلق في المحكمة لما يكون استحالة العشرة بينها وبين زوجها مفيش محبة مفيش مودة بينها وبين زوجها يبقى إذن هذا ليس هو السبب الأساسي في الاختلافات الزوجية أو مشكلة الطلاق في مصر في الحقيقة إحنا بندرس الموضوع مازال قيد الدراسة ولكن في بعض النتائج المهمة جداً اللي إحنا المفروض نركز فيها ما سبب الطلاق في مصر لو بصينا على التاريخ الاجتماعي في مصر حنلاقي إن إحنا دلوقتي تحولنا اجتماعياً من مجتمع فيه ترابط قوي جداً من مجتمع فيه مواده ومحبة من مجتمع كلمة الطلاق دي مكناش بنسمعها يعني كان وكان لما بنسمعها كنا ممكن نسمعها في المدن يعني كان ده ملحوظ ممكن إنما في القرى كان قليل جداً والأسباب قوية جداً 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 يعني مثلاً الطلاق كان يحصل في القرية لأن الرجل ما بيخلفش مثلاً أو الست ما بتخلفش فده سبب قوي يعني الرجل يريد أن ينجبه وزوجته يعني عقيم فكان يطلقها أو هي يعني تتطلق منه لو هو عاوز تجوز أو العكس كان الطلاق مثلاً بسبب الخيانة الزوجية يعني أمر قوي جداً إنما دلوقتي في الريف وفي الصعيد وفي المناطق اللي هي كانت محتفظة بالعادات وبالتقاليد أصبح عندنا حالات طلاق كثيرة جداً يعني إحنا تربينا في القرى ما كنا نسمع عن حالة طلاق واحدة وكانت البنت يعني لما تغضب والدها يخدها ويرجعها البيت وكانت الحياة هادئة وهانئة إيه التحول الاجتماعي الرهيب اللي حصل لو بصينا للأمر من حوالي بالضبط ممكن 30 سنة أو أكتر شوية حوالي من 85 سنة 1985 كان الرجل المصري كان مستريح بدنياً كان مستريح بدنياً كان الحكوم يقعد مع زوجته يربي أولاده التعليم الحكومي كان تعليم قوي جداً كان في الوقت ده كان مشهور إن اللي بيروح المدارس الخاصة اللي هم الطلبة الفشلين اللي هم مش هينجح اللي لما يروح يدفع فلوس عشان ياخد شهادة تمام؟ بدأت الأمور تسير على هذا النحو فكان عندنا حاجة اسمها الراحة الاجتماعية الرجل مستريح نفسياً وبدنياً يرجع من شغله بدري بيتغدى وينام ويصحى يقعد مع أولاده ويقعد مع زوجته الأمر كان يعني فيه نوع من أنواع الراحة البدنية بالنسبة للزوجة كان في الوقت ده معظم النساء في البيت كانت قائمة على خدمة الأبناء وخدمة الزوج والتعليم ولو كانت مؤهل عالي كانت هي اللي بتذاكر وهي وطبعاً زي ما هو بيحصل دلوقتي ما تغيرش كتير أو يعني وهي اللي بتربي الأولاد الشارع بتاعنا كان شارع محترم يعني كان الولد يخاف أنه هو يغلط قدام المدرس بتاعه أو جرهم أو قريبه وكان الشارع بيربي مع البيت تمام؟ فكان البيت مستقر الشارع بيدعم البيت المدرسة تدعم المجتمع وكان المسجد يدعم المجتمع بدأنا شوية مشينا ظهر موضوع التلفونات وكان في الوقت ده يعني كنا بنتكلم أننا عندنا القناة الأولى والتانية تلفزيون كان عندنا الخط الأرضي بس هو وسيلة التواصل الأسرع اللي كانت موجودة في الوقت ده وده كان لي برضو يعني مردود يعني في أنه هو بيحل مشاكل اجتماعي تانية أنه ما فيش حد بنته أو ابنه هيتكلم في الموبايل أو هيتكلم في التلفون أو هيبقى فيه علاقات غرامية اللي هي لا يعلم عنها الأهل شيء وبيصدموا في الآخر بكوارث يعني نسأل الله أن يسطرنا ويسطر بنات المسلمين وأبناء المسلمين أجمعين فكان الموضوع محجم كان له واحد مسافر برا مصر كنا ممكن نبعث له جواب أو تليغراف أو بنسجله على شريط الصغير ده ويسمع التسجيل بعد كده فكان ما كانش فيه تواصل اجتماعي بين الناس في الخارج يعني ممكن أن أنا لو في مدينة معرفش تواصل اجتماعيا مع حد في مدينة تانية بسهولة ولكن كان فيه ترابط اجتماعي قوي في الأسرة وبعد كده ظهر الموبايل وكان استخدامه محدود جدا وناس معينة اللي ممكن تمسك موبايل وكان خط التليفون ده غالي جدا والدقيقة غالية جدا وكان الموبايل يعني حاجة صغيرة وانت بتبقى يعني ماسك الموبايل كده في الشارع كأنك يعني حد باشا يعني اشتريت موبايل وقادر ان انت تتكلم وانت ماشي في الشارع ايه ده؟ يعني يبقى ماشي في الشارع بدون سلك كده وبتكلم كانت حاجة عظيمة جدا وكنا نشوف واحد مع تليفون نجري نشوفه وهو بيتكلم وازاي هو بيتكلم وحد تاني يسمعه يعني كانت حاجة عجيبة جدا الامر حصل بقى هنا يعني اللي هو بنسميه الصراع التكنولوجي بقى بين الشركات وبين الدول وكل شوية يعني كل شوية بنلاقي جديد بدأ يحصل الكمبيوتر بقى موجود الانترنت دخل كانت سرعته بطيئة جدا وجهاز الكمبيوتر كان قد كده وكان علشان يحمل صفحة يعني بيقعد ربع ساعة وما احنا كان عندنا صبر كبير جدا ما كانش في مشكلة ظهر بعد هنا في الوقت ده بقى في بداية الالفينيات كانت مشكلة اثاروها الاجتماعية مدمرة مدمرة اجتماعيا كان بقى تقعد تعمل ايميل على الياهو ويحصل دردشة وبدأ التواصل الاجتماعي مع الخارج والداخل والابناء وطبعا كان جهل الاباء بهذه التكنولوجيا واثارها كان بيدي الابناء مساحة كبيرة جدا ان هو بيعمل حاجات كتير محدش عارف عنها حاجة الدردشة دي نشأ عنها قصص حب وهمية وحقيقية نشأ عنها يعني مشاكل وخيانات زوجية نشأ عنها انحرافات سلوكية لان في الوقت ده انتشر بقوة الافلام الاباحية وللأسف كنا من اعلى معدل في العالم في الافلام في مشاهدة الافلام الاباحية واثارها الاجتماعية مدمرة وخطيرة جدا جدا الجيل اللي تربى بقى في الوقت ده اللي هو ممكن يلاقي عنده دلوقتي عشرين سنة او خمسة وعشرين سنة او خمسة وثلاثين سنة او قرب من الاربعين سنة ده الجيل اللي هلاقي عنده المشاكل دي بشكل ملحوظ جدا 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 بدأت يبقى في العلاقات اكتر شوية صغيرين مش كتير بدأ ندخل في موضوع القنوات الفضائية كنا احنا محصورين على القاناة الاولى والتانية بس وكان المعروض كان عليه رقابة شديدة بعد كده بقت الامور متاحة ومباحة وبقينا نشاهد افلام بتدعو صراحة لمشاهدة الافلام الاباحية او بتشجع عليها او بتشجع على الطلاق او بتشجع على امراض اجتماعية والجيل بينشأ عليها ان هو تقريبا بقى يعني موضوع الزوجة التانية ده يعني كانت مشكلة كبيرة جدا ان المرأة تقبل ان هي لها زوجة تانية وكان المسمة في الوقت ده اللي هي ضرتك ان انت لو جوزت واحدة تبقى ضرة يعني حتضرك حتاخد زوجك فبدأ حتى الان يعني تقريبا العدد الاكبر والاضخم من النساء في مصر لا تقبل التعدد الاستاذ رجب من اللوكسور السلام عليكم وعليكم السلام كيف حارفنا عيات لي يا شيخ وتعيات فريق الاعداد وجميع مشاهدينك الله يبارك فيك الله يكرمك ربنا يبارك فيكم يا شيخ الله يكرمك ربنا يبارك يا شيخ انت اسألين يا شيخ فضل تحت عمرك بالنسبة في حريم بتتحايل على القانون وبتطلق وبعد كده تتجوز عرفي عشان تقبل المعاجد بتاع والد امال حدق تمام تمام والسؤال التاني بالنسبة لبعض الاعلام مش الاعلام كله بعض الاعلام المكر والمسموع والمرئي انه هو طبعا بيعاللغن الحياة ان في علاج لمعظل الكورونا وفي علاج للطهر وفي علاج لمعارف شئ المهم جميع كل حياة والواحد بيروح بطراحة احنا عشان طيبين في الصعيدة هنا في لوكسور بنلقصر وبيقوننا الحياة دي وبنلقها دي بنلقها دي علينا بيضحك و علينا وبينها بفروس ناجيخ الله يعرف لك شيخ الله يكلم تحت عمرك معانا تصول ثاني أم عمرو بن تنتا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بخير الحمد لله كل عمانكم بخير وحضرتك بخير كنت سأسأل حضرتك سؤال كده فضالي تحت عمرك زوري كان حالف عليك بالطلاق مرة وبعدين قال لي يعني ديش كده ديش مرتين قبليك ده وديت لك حالف عليك بالطلاق قال ليك ايه بالظبط؟ أول مرة كان حالف عليني يجي ملقنش في البيت قال ليك ايه؟ هو كان قال لي والدته وعليه طلاق يجي ملقها في البيت بصي حقول حضرتك على حاجة مهمة جدا يعني في مسائل الطلاق الطلاق لا يؤخذ من المرأة يعني احنا لو حضرتك تاخد بالك لما نيجي اتنين يتجوزوا لا تقبل شهادة المرأة ولما يجي حد يطلق برضو لا تقبل شهادة المرأة فهو الأفضل إن الزوج اللي يسأل إن احنا هنسأله أسئلة عشان نعرف هو قال لي ايه بالتحديد ونعرف هل وقع طلاق ولا لا فيعني حضرتك ما هو كان يعني ديه ثلاث مرة كان حالف علي ودلوقتي حاليا بيقول لي أنا ما كانش في نية الطلاق وكان تهديد إن أنا ما تخلش بيت أخوهما تمام هو حالف عليك قال لي عليك قال كده باللفز قال كده قال عليك الطلاق ما تدخل بيت أخوية تاني قال عليك الطلاق مرة كده دخل البيت تمام تمام هو حاليا دلوقتي بيقول لي عادي أنا ما كانش نية طلاق وخش البيت وكده فأنا بقول له مش هينفع هخش البيت إلا ما معرف إيه ما نيته فبيقول لي يا بنتي أنا ما كانش نية فيها طلاق ولا الكلام ده تمام تمام أنا عادي معرفة هي واقع اليمين ولا لا تمام هجاوبك إن شاء الله يا معنا الأستاذة روان مسكندرية تفضلي ألو مساء الخير مساء النور يا فأنا نتفضلي كل عم أنتم بخير لو سمحت كنت عايزة استفر بس من حاجة كده اتفضلي دلوقتي إحنا عندنا شقة تمام 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 فهي دلوقتي إيه؟ آآ خايفين إن أنا مثلا إن أنا وقت نتجوز مثلا تحصل مشكلة مش هيبق علينا مكان تاني فهم عايزين يكتبوا الشقة اللي إحنا عايزين فيها دي بإسم أنا وقت تمام يعني هم جابوا للأخ الكبير شقة وحيجيبوا للأخ الأصغر شقة وحيكتبوا الشقة دي بإسمكم أيوة هو طبعا يجوز ذلك بس يكون في عدل بين الأبناء إن إحنا إذا إدينا ده شقة قيمتها 100 ألف ندي ده شقة قيمته 100 ألف ندي دي شقة قيمتها 100 ألف مش للذكر مثل حظ الأنسائي تمام آآ مادام شايماء تفضلي علوة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله وبركاته آآ أنا مفتش خضرتك إني آآ طالي يعني آآ كان هو بي دايما يقول لي علي الطلاب التلافة منك لو مثلا ما عملتش الحاجة دي تبقي طالق أب الثلاثة فلا ما بيعملهاش وكان فيه خلاف ما بيني وبين مامته وأخته فكان دايما يقول لي تحرمي علي زي أمي وأختي آآ لو ما راضيته همش فأنا مفتش براضيهم آآ فكان دايما على طول حرمانيات طلقات آآ علي الطلاق لا هو هنا آآ يعني آآ الأمر في آآ جزئين لما يقول علي الطلاق آآ ده آآ بنشوف نيته إيه لو كانت نيته تهديد آآ فالنية دي بيكفر عن اليمين ده بيطعم عشرة مساكين أو لو ما عوش فلوس بيصوم ثلاثة أيام إنما لو قال تحرمي علي فهذا يسمى ظهار لازم لازم يطعم ستين مسكين أو يصوم ستين يوم متتالية تمام؟ فهنا آآ في آآ في كل مرة آآ قال فيها ذلك تمام؟ أيها يفامدون مع حضرتك طيب هو طيب أيها يفامدون أيها يفامدون أيها مع حضرتك الفضل دايما على طول كده فأنا كنت بسيت فعلا البيت كنت برفي الشقة في الشقة في البلد أنا وولادي بحيث إن هو يعني يحاولي كفر أو كلام ده فما كانش في دماغه كل حاجة يقول لي أنا ستيد طب أنا هكفر بطريقة طب أنا هعمل فمش في دماغه الموضوع ده خالص فجي فمشي في طريق تاني خالص نهائي فأنا رفضت الموضوع دوا لا صالة ولا الدين ولا حياة في الكلام ولا أي حاجة خالص فلدرجة إني أنا خلاص يعني يعني كعيشة أنا كرفت الخلاص المكان ده بني آدم دوا بكل حاجة فلحد لحد ما هو فرجني حتى من مكاني ويعني أعتبر رماني في الشرع فحاولت إن أنا أقول له لا خلاص بأنا أنا جمعنا هتطلق والكلام دوا لإني أنا ممكنة مستحيلة لإلعيشة مع البني آدم دوا لإني أنا مش عارفة إن هو إنش كويس مش عارفة مش كويس خالص يعني هو اللي فيه ده يعني بيفضل عاليه آآ ده سبب فجيت آآ ساعة اللطلاء رفض إنه هو يعني قال لي لاب أنا هاخد الفجوث أنا هاخد آآ كل حاجة أنا جايبها لك أنا 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 كلام دوا فأنا مرعاة لولادي مش عايز أدخل باباهم فيه مشاكل والكلام دوا فقلت لن إحنا ننسصل يعني بطر بطر راضي آآ رفض إنه هو يديني كل حاجة فإيه الحل في المشكلة ديه هو هو طبعا لو ما وصلناش لمرحلة التراضي حن بندخل حد طبعا من الناس الكبار يحللنا المشكلة ما فيش حد من الناس الكبار يحل المشكلة آآ حنلجأ للمحاكم للأسف آآ ولكن يعني في حالات كتير كنا بندخل فيها وكان بيبقى فيه ليها حلول وكان الزوج بيمشي كويس بعد كده والأمور بتستقر فإحنا ما قدم نجر حل من الاثنين إن إحنا ندروح لحد متخصص يحلل للمشكلة أو إن إحنا هنلجأ للمحاكم لا محالة تمام طيب نرجع بقى للجزئية تانية اللي همتكلم فيها أيام زمان دخلنا في الشات والأفلام الإباحية بعد كده دخلنا على القنوات الفضائية وبقينا نسهر للصبح وبقينا بنتفرج على أفلام ومسلسلات وإنتاج سينمائي ضخم جدا إنتاج سينمائي ضخم جدا وكان كل سنة بينحدر لمستوى أكتر من المستوى اللي بعدين كنا في 2008 حوالي 84 ألف حالة طلاق في مصر في 2009 145 أو 147 ألف حالة طلاق في مصر كنا مشين بمعدل يعني متوازي شوية مع عدد حالات أو عقود الزواج يعني النسبة كانت تقريبا ثابتة شوية لحد 2009 2009 تقريبا كان حصل نوع من أنواع التغير الاجتماعي الكبير جدا في مصر كان فيه بقى بدأنا التواصل الاجتماعي كان بقى يكون أقوى الفيسبوك بدأ يكون يحيز بدأت الناس تتكلم مع ناس خارج مصر وداخل مصر بشكل أكبر بقى عندنا الموبايلات موجودة في كل بيت تقريبا أثرها الاجتماعية ظهرت بقى في الوقت ده بقينا بيحصل فيه كوارث ابتماعية بقيت فيه حاجة اسمها خيانة زوجية والأمر بقى سهل جدا وطبعا ده كان يعني ضد أو كان مستغرب كثيرا في مصر إن واحد يشعر إن زوجته بتخونه أو إن هو يشوف أولاده بيكلمه بنات أو بناته بيكلمه أولاد فكان أمر غير مقبول إطلاقا فكان على أساسه بيحصل طلاق كتير جدا وقالوا إن تقريبا 35% من حالات الطلاق كانت سببها مواقع التواصل الاجتماعي بقت النسبة تزيد تزيد لأن الجيل اللي كان بيتزوج في الفترة ديت هو الجيل اللي حصلت له المشاكل الاجتماعية اللي ما حصلتش للجيل اللي قابله تطور للتكنولوجي كان كل سنة بيبقى أكتر بكتير من السنة اللي بعديها يعني ما كناش بنتطور ببطء أو واحدة واحدة لا إحنا الموضوع كان أكبر من قدرتنا على الاستعاب يعني إحنا ما كناش بنقدر نتحكم في حياتنا الاجتماعية بدأ العمل علشان الراجل يتزوج بدأ يشتغل شغلانة واتنين بدأ يسافر جوه مصر أو بره مصر بدأ الرجل يبقى منهك صحيا إحنا قلنا في البداية خالص أن الراجل كان مستريح بدنيا يرجع من شغله الساعة واحدة الظهر يتغدى ينام يقوم بعد العصر يزور الأقارب يقعد مع الأهل يقعد مع الزوجة فكان فيه ترابط اجتماعي قوي جدا كل ما زاد مواقع التفاصل الاجتماعي كل ما زاد التفكك الأسري وحتى يعني بعضهم كانوا يطلق عليها مواقع التفاصل الاجتماعي الأسرة نفسها الأولاد يعني مثلا كان زمان كل عيلة كده بيبقالها لغة معينة أو لهجة معينة أو بعض الكلمات فأنت لو قابلت حد في الشارع يقوله أنت ابن فلان أو أنت من علة كذا ليه لأن طبيعتهم معروفة ولهجتهم معروفة دلوقتي بتدخل البيت الواحد بتلاقي كل واحد من الأولاد بتفكير مختلف بطريقة مختلفة بتلاقي تباين كبير جدا بين الإخوات سواء كانوا ولاد أو بنات يعني أحد الأسدزة الدكتور دخل البيت بيقوله أنا دخلت البيت ومشاء الله أحد ساكن في فيلا وعنده من الأولاد تقريبا خمسة وكانوا كلهم مببودين في البيت فهو رجع من شغله كان حياخد حاجة من مكتبه ويخرج على طول والأولاد قاعدين المدام ألاق معنا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلوقتي يا شيخ من عشر سنين كده أول موضوع كده هوت كان في رمضان وبس لقيت جاكلي الزي دواعة في رمضان كل بقى رمضان يا شيخ ابني الكفر يخش المستشفى بنتي جوزي كل رمضان أكون وأنا بقى وبعدين ما سمعش الحوادثة اللي وأنا بنقرأ في المصر أكون قاعدة كده وبنخطب في القرآن يجيني إن مثلا ابنك قصر راح المستشفى برضو بنتك قصر راح تنسل أستاذة حضرتك مش بتختم الكرآن إلا في رمضان بس أيوة أيوة صراحة تمام تمام وبعدك دوت بس أجيبها يا شيخ قبل رمضان بطلع طبعا إيه صدقة أقول يا رب عشان إيه يجي رمضان ما يحصل لناش حاجة وأنا بطلع يا شيخ والله بطلع بس بقده مش عارف أستاذة حضرتك روحتي الحد قبل كده في الرقيا شرعية أو حد جالك البيت ورقاكم في البيت ولا حاجة؟ لا 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 ما حصلش عشر سنين مش عارف أعمل إيه يعني ومش ندرة ندرة مثلا وكده حاضر 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 إن شاء الله بطلع صدقات طيب أعمل إيه مش عارف أعيزة غضب من ربنا دا علينا لا بالعكس هو إحنا الموضوع دا ليه أكتر من تحليل أفضل تحليل لي أن رب الله سبحانه وتعالى عاوز يكافئك شوية في رمضان تخيالي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من مسلم ما فيش أي حد مسلم يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وصب النصب دا اللي هو التعب يعني أنت بتشتغل في البيت فتعبتي حتى الشوكة يشاكوها تمام إلا كان له بها أجر يعني أنت أي مشكلة بتحصل لك بيبقى لك بها حسنات كتير فلما تحصل بقى في رمضان بتبقى حسناتها مضعفة شويتين فقد يكون ذلك من علامات حب الله عز وجل للعبد معنا أم أدم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم شكراً قوي حضرتك على الحلقة دي وكل سلامت طيب معقولاً الحلقة طيبة الله يكلم شكر الله لأنه ولكن وحضرتك أنا عند مشكلة حب أخذ رؤية حضرتك فيها صدري تحتامل أنا بقى لي خمس سنين أنا عند أهلي ولا مطلقة ولا أفتيت جوزي تمام فلما حصل ومشكلة كبيرة وطلقت فيها الطلاق هو طبعاً لما أنا مشيت كان هما أخذوا مني الدهب وطبعاً لا عافشي عندهم تمام لما جيت عشان اطلق وكده قالوا لي إحنا موفقين نبديك العرش بتاعك اللي انت جايباه ولكن منتش واضي الدهب تمام فلما رفضنا قالوا خلاص إحنا موفقين نبديك الدهب والعرش ولكن هتجيب لنا الولد وهتنظي ان انت متنازل عن حضانة بتاعتك تمام وساومين في الوقت ده حضرتك أنا والدة أنا راحة أنا جيت عند أهلي وأنا في الشهر الرابع في حمد وحاصل مشاكل كتير طبعاً وقتها وأنا مولدت أصلاً وانا عندها آآ مادام سماع معيشي الخط أطعم أيها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا عايزة أنا عايزة أحريتك على حاجة كده يا فضلت الشيخ أنا متجوزة بقالي دلوقتي خمساشر سنة أنا عايزة دايماً بيحفت دايماً بالطلقة على طول فهي الفترة الأخيرة دي تحلف عليكم يمين بس كل يمين والتاني مش وارا بعض مش متتلين وارا بعض بس اليمين ده متأكدة منه وهو متأكد منه فجاء في اليمين اللي هو آخر يمين حلفه طلبوا مننا نروح برد إفتاء في القاهرة فإحنا عادنا قدام فضلت الشيخ كده فقلت له اليمين اللي حلفه وكان قاعد وحكيت له كل حاجة بالتفصيل بس اليمنات الثلاثة ما كيش متتلين وارا بعض فهو طبعاً قال لا أنا مش فاكر حاجة وأنا مش فاكر أي حاجة من ديت ومش كان من في نيدي بس أنا كنت متأكدة رغم اللي إحنا روحنا لشيخ قبل ما نروح دار الإفتاء قال له فعلاً كده هو الثلاثة يمينات كده اللي هو حلفهم مرة بعض وآه حضرتك لما رحت يدار الإفتاء قالوا لكم إيه؟ قال لي هو اللي يقلب ده هو اللي يقلب ده هو اللي يدار الإفتاء قال لي كده خلاص هو يعتبر ما حلفش حاجة هو أنت على ذمته ما فيش أي مشاكل خالص رغم اللي إنه هو نقر أساساً هو حلف اليمانات ديت خلاص حضرتك تلما رحت يدار الإفتاء وقال لكم وبعد الجلسة دي هتقال لكم مفيش حاجة خلاص ما تسألش تاني تمام الأستاذ أبو عبدو من المينيا فضل وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتولد يوم العيد أتولد يوم العيد تمام ربنا يبرك لك فيه يعني نسأل الله أن يبارك لك فيه وأن ينبته نباتاً حسناً وأن يعصمه من الشيطان الرجيم هو أبناء المسلمين أجمعين وجزاك الله خيراً كثيراً حنرجع تاني للمشاكل بقى الاجتماعي في الفترة دي طبعاً الجيل ده اللي تربى على الموبايلات الدردشة الأفلام الإباحية بقت عنده زي ما نقول حنقول عقد عقد ضخمة جداً الأفلام الإباحية دي تكرسى بكل ما تحمله الكلمة من معنى الأفلام الإباحية بتوصلنا لحاجة اسمها العادة السرية اللي هي أحد أهم أسباب فشل العلاقات الجنسية بين الزوجين إحنا بيجينا مشاكل كتير جداً في هذا الأمر كتير جداً يعني بسبب هذا الأمر وإن الشباب بيتصور إن هو عاوز اللي هو شافه يطبقه وده شيء من المستحيلات لأنه هو ده تمثيل وطبعاً إن شاء الله يبقى لنا وقفة خاصة مع هذا الأمر لأنه عمل تشوه فكري عند الولد وعند البنت وحواجز ملهاش حل إلا الإنسان العاقل اللي هو بيبحث وبيقرأ وبيتثقف ثقافة صحيحة فبيقدر يعالج الجزئية دي بدأنا بقى ندخل في الموضوع ده من 2009 وجاي لحد ما بقى عندنا كارثة اجتماعية طبعاً في الفترة في ال85 وكده كانت نسبة التدين عالية جداً معنا الأستاذ أمو يوسف تفضلي ألو؟ أيو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم حضرتك بس يعني فيل التلفزيون واسمعينا من التلفون بس أنا أنا علي ثلاثة أيام من رمضان من اللي قبل اللي فات يعني عادي أصمهم بعد رمضان ده؟ آه عادي عادي يا أمو يوسف بنتقبل إن شاء الله اليوم بيومين؟ اليوم بيوم يا أم يوسف مشكرين مشكرين شكراً جزيم شكراً آه هنا بقى المشاكل الاجتماعية إن إحنا بقى البيت ما بقاش ثقافة واحدة تمام؟ اشتغلت بقى مجموعة من البرامج اللي مخالفة للعادات المصرية أو الأفلام أو المسلسلات سواء كانت داخلية أو خارجية وخاصة الأفلام الهندية اللي هي دايماً بتبقى كل فكرة المسلسل قائمة على صراع اجتماعي هنا إحنا عندنا مشكلة كبشر إن إحنا لما بنتلقى حاجة بيحصل لنا نوع من أنواع البرمجة مدام منالك فضالي عالو، عالو، السلام عليكم وعليكم السلام عليكم لو سمحت يا فضلت الشيخ، كنت عادي تسأل حضرتك عن حاجات طلاق حصلت بيني أنا وبابا الولايات تحتعمل تفضل لو تمحت أول طلاق حصل بيننا كنا أول ما تجوزنا وكنا قاعدين في البيت عادي فحصلت مشكلة مع مامته وكن طبعاً كنت قادة في البلد عندهم يعني تعتبر بلد بيس فطبعاً هم يعني ما كانش يعني عايز إن هو يعودني على الحياة فيها والكلام ده كله فكنت متضايقة، هو كان بعيد عني فكه ومامته كان بتدخل على طول فالمهم إنه إحنا عاديين عايزة إيه؟ قلت له أنا عايزة أتطلق فقال لي أنت طالق لقيته بالليل جاء طب طبع لي كده وقال لي يا بنال اعتبري إن ما حصلش حاجة وإنا خلاص كده رجعتك طالماً أنا حتى طبطبت عليكي أنا كده رجعت تمام مظبوط تاني مرة حصل مشكلة إن إحنا كان ظروف شغل وطعبة فالمهم كان برضو حصل مشكلة في عمارة كنا ساكنين فيها وكان طردني برا أنا واخدي الولاد فكل الناس بتراح أصحاب البيت جولي وقالوا لي تعالي رجع عشان خاطر ولادك وكده فما أنا رجعت لقيته وقف على الباب وقال لي بقولك إيه أنت خلاص ما تلزمنيش أنت طالق بالتلاتة أنت إيه اللي جايبك ووقف على الباب الشقة تمام بعدها جاء واحد من صحاب البيت وقال لي طب تعالي عشان خاطري أنا هرجعك وهقول إن أنا اللي تلحيت عليك في الرجوع وكده رجعت تالت مرة تالت مرة يعني رجعنا وكله بعدها بعد كم سنة بقى وكنا عشان كويس كنت أنا متحملة كتير يعني من ظروف الحياة طبعا معي لأن أنا كنت موظفة وهو فضل كتير عيش لنفسه عيش لحياته يشتغل لنفسه يصرف على نفسه حتى أما يجي خرجني أنا والولاد يخرجني في المكان اللي هو عايزه يدخلني مثلا سينما أقول له لا بلاش السينما دي عشان خاطر ما ينفعش الولاد الزغيرين يقول لي لا إحنا هندخل السينما دي فبعدها طبعا بعد كل ده من فترة بدأ يغلط في الكلام ويدخل يكسر في البيت ويشتم ويدرب الولاد مع إن أنا ولادي مؤدمين جدا ومحترمين جدا وكبار بس هل يعني عشان الاختصارة للوقت هل قالك أنت طالق مرة ثالثة؟ لا إجابة بعدها أم قال لي طيب دلوقتي لو سمحتي يعني شتم ماما فقلت له لا خلاص أنا كده تخنقت منك ماما دلوقتي في زمة ربنا وهي هتبقى السبب طلاق النهاردة منك أنا خلاص معدتش قادرة تحمل العيش معك فعلا نزلني عند المأزون واتطلقنا وطبعا براني عند المأزون وأنا معرفش يعني إيه نوع يبريني ومشيت قلت له خلاص أنا عادي بس ولادك في رقابتك يعني جيت بعدها واحدة صاحبتي قلت لي طب تعالي نروح للإفتا أو دار إفتا يقول أنت الظروف إيه والسبب الطلاق إيه وهو يقول نيته كانت إيه لقيته أم قال لي جيت بقول له تعالي نروح لدار الإفتا للشيخ ونشوف أنت كانت نيتك إيه وأنا نيتي إيه وكده وشوف جايز لنا حل لقيته قال لي لأ بقولك إيه دي طلت طلقة إنتي طلق بالتلاتة طلق بالتلاتة خلاص تمام هو كده الطلقة خلص يعني إحنا إحنا جزئي الطلقة فشكرا بس يا ريت حضرتك توضح لي بس شكرا بس شكرا جزيلا هو طبعا يعني للأسف التلت طلقات واضحات بينات فلا لبس فيهم يعني معنا أم علي الخط أطع تمام تمام أبو علي معك أبو علي؟ اتفضل يا أبو علي معذرة الله يكرم أبو عليكم وعليكم السلام كل عام وأنتم بخير ومتو خير يا أبو أتفضل الشيخ الله يكرم التحت أبو أتفضل حضرتك اللي متجوز بلد ساعة شعطية الوقتي ما شاء الله اللهم بارك وعند ولد سنوية الوقت السنية سنوي وزنيت المكان ما شاء الله فدايما أتفضل عندي مشكلة فزات باستبغار مم يعني ما فيش بيعد عليه انت هي زوجتك عصبية شوية أبو علي؟ هي عصبية وأنا عصب برضي تمام زوجتك عصبية وأنت عصبي تمام المشكلة ديت يعني المشكلة ديت من المشاكل المتكررة جدا الزوجة العصبية يعني دي هي محتاجة لها وقت الواحدية طبعا رسالة للزوجة رسالة للزوجة لما الزوج يتعصب قولي له حاضر ونعم دي أكتر كلمة بتهد الراجل بتحسسه برجلته إنما مشكلة الست لما بتبقى متضايقة بتبقى عاوزة تاخد حقها الراجل لو غضب استحالها هيديك حقك هو هيديك فوق دمارك مش هيديك حقك فأنت لما الراجل يغضب قولي له حاضر ونعم الراجل لما زوجتك تغضب احتويها يعني طبطب عليها إحنا حتى لما كنا بندرس في الفصل كده لو في بنت عايات تلاقي البنات يتلموا حوليها ويطبطبوا عليها لو ولد عايات بيعودوا يقلشوا عليه فالست لما تبقى متضايقة بتبقى محتاجة ليحتويها حتى لو رحت طيلها وقالت لك مش عايزاك لا يا بتبقى محتاجاك تمام فإحنا محتاجين كزوجين إن إحنا نقرب من بعض شوية كان في سؤال اللي أستاذ راجب من الأقصر قال إن حصل طلاء وبعدين بيحصل زواج عرفي علشان تاخد المعاش زواج عرفي اللي هو اللي أنا فهمه بقى علشان نقوله هو حلال ولا حرام الزواج العرف ده اللي هو ما تعرف عليه الناس واحدة مطلقة أم واحد رايح لولدها أو أخوها الكبير أو راح لها هي لو مهلاش أهل وقال أنا عاوز أتزوج قالت لو ما فيش مشكلة أنا موافقة فجاء قعد مع أبوها وجاب مأزون أو جاب محامي كتبوا ورقة وعملوا بقى إيه فرح كده والناس عرفته زي الفل بس ما راحوش وسقوا الزواج في المحكمة هذا زواج صحيح العقد هنا صحيح لأن التوثيق ليس من أركان العقد تمام وهو في نوع من أنواع التوثيق ولكنه لا يحفظك حقوق لو زواج عرفي مقصود بيه أن واحد بيحب واحدة قال لها زوجيني نفسك قالت له زوجتك نفسي وأجره شقة في أي مكان وبقى يتقابلوا فيها ده اسمه زواج سري وليس عرفي لأن كلمة عرفي العرف هو ما تعارف عليه الناس أي اتنين بيتجوزوا بيروح يخطبها بيبقى فيه إشهار في مأزون هذا ما تعارف عليه الناس إنما محدش عارف ده اسمه زواج سري وده باطل شرعا وقولا واحدا تمام بتتجوز بقى الهدف من الزواج لأن فيه ناس كتير بتتزوجوا عرفي أول سبب أن يسير ناس 16 سنة فبتتجوز عند محامي لما تبقى 18 سنة بيروحوا يوثقوا الزواج ده بيحصل كتير جدا وخاصة في القرى وده زواج صحيح مفوش أي مشكلة خالص السبب الثاني إنه هو حاوز يتزوج وزوجة الأولى متعرفش وفيه ناس كتير كده ربنا يسطرها عليهم يعني فهنا الزواج صحيح مفوش مشكلة النوع الثالث اللي هي مثلا هتقبض معاش طبعا بتقبض معاش في حالة أنها كانت مطلقة معاش الوالد أو الوالدة يعني ولو تزوجته بقت في عصمة زوج بينقطع المعاش فلو هذا هو السبب الزواج صحيح مفوش مشكلة المشكلة هنا إن المعاش ده له شروط حتى تحصل عليه فهي كده خالفت هذه الشروط وأصبح هذا المعاش حرام قولا واحدا هي بقى ظروفها صعبة ظروف زوجها صعبة حالتهم المادية سيئة لأن في ناس بيبقوا متزوجين ومعاشها مثلا أو معاش والدها والدها كبير خمس ستة الاف جنيه في الشهر كان شغل يعني ما شاء الله فيقوم من روح يطلقها طلق سوري تمام وبعدين بعد ما يطلقها عند المأزون يقوم رجعها في البيت بدون شهود وبدون توثيق في المحكمة فهي بقت مطلقة ومتزوجة في نفس الوقت اللي هو زي ما حضرتك قلت بالزبط كده فده حرم لأن المعاش وضعت له الدولة شروط للحصول عليه من ضمن هذه الشروط في بعض الحالات أنها تكون مطلقة فهي لو تحايلت على القانون أصبح هذا حرم تمام أم عمر كانت بتقول أن الموضوع علي الطلاق هذا يمين وطبعا لازم يؤخذ من الزوج نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين كان عندنا موضوع مهم يحتاج للقاءات وللقاءات الوقت بيضيع بسرعة للأسف فنسأل الله أن يهدي بيوت المسلمين وأن يصلح زوجات المسلمين وأزواج المسلمين وأبناء المسلمين وأن يعصمنا من شياطين الإنس والجن أجمعين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد كل زوجة عاصية ناشز إلى زوجها ويهدي قلبها وأن يعني يهدي كل زوج لزوجته وأن يجمع شملنا وأن يعني يبارك زواجنا اللهم أمين كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته